للأسف ناس كتير بيتفاكرة ان حقوق الزوج والزوجة هي بياخدوها من المسلسلات او اللي هما بيشوفها في الافلام او ان هي ان الزوجة تبقى ماشية براحتها تخرج لصحابها براحتها من غير ما تستازن جزها والزوج نفس الموضوع ان هو يعني اصلنا مش عايزة اخنق عليها و مش عايزة دايقها فبس سايبها براحتها لا يا حبيبي ادين له ضوابط وامور عشان تخليكوا عايشين في ساعة زوجية تفضلوا معا في الفيديو السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن حقوق الزوج ناس كتير كتير بتتكلم ان او سألتني عمتا يعني حقوق الزوج ايه و زوجة ايه انت يعني الناس كلها عارف الكلام ده لا للأسف والله في ناس فعلا مش عارف الكلام ده ولو حد عارفه او عارف قصوله صح هنقول الجيل اللي قبل كده او الجيل بتاع زمانه لكن الجيل بتاع الايام ده للأسف مالوش اي علاقة خالص الا ما رحم ربي يعني بس معظمهم كلهم يعني بتجول حتة العرف للحاجة اللي هما بيشوفها في الافلام فاكرين هو دي حقوق الزوج و الزوجة لكن ما يعرفوش الاساسيات لذلك ما بيبقاش في صبر لذلك بيكسر حالات الطلاق للأسف ايه وكانت برضو كان عاديين يقولوا حقوق الزوجة حقوق الزوجة انا برضو جاي النهاردة ان شاء الله عشان اكلمكم في حقوق الزوج ايه عشان ان تبقى الامور واضحة واللي ما شافش الحلقتين اللي قبل كده بتقول حقوق الزوجة ياريت انا سوفلكم في الايري الاف 기대ة ان شاء الله اللي حابي بيتفرج على الحلقتين اللي فاتوا لعلان وعسى انه ما يفيدو الناس يعني ان شاء الله ا skiyeh naultش في الموضوع فيا يا شباب اليوم مفياش حاجه من اللي بتحصل في المسلسلات او في الافلام 왜 clementer انتو بتشوفوها دي المفروض ان احنا نعيشها في الواقع عشان نكون صريحين مع بعض العالم دي بتصدر لنا اشياء و حاجات فعليان مخالفة يعني حاجت منها مخالفة للدين حاجات كتير ملهاش علاقه خالص بدنا أساساً هو بتعامل لوان زمح لمجتمع هاي كلاس وراجل زي الست وبنعيش زي بعض هو مش حسب مني في حاجة ان هو يطبخ ويرائي العيال ولا مش حسب منه في حاجة ان انا اخرج واشتغل واني يبقى ليه كياني ويبقى ليه الكرير بتاعي مش عايب ان الواحدة تبقى لها كيانها وكل حاجة بس كل حاجة لها ضوابط وضوابط شرعية وبالأخص لو كان فعلياً الراجل لو هو فعلياً يعني ميكاف في بيته المفروض طبعاً ان احنا يعني خلاص هو مش عايزك تشتغلي يبقى المفروض انت بتشتغليش مش عايب مش الزام لكن فيه ناس للأسف بتتكلم اليومين دول لك انا مش معلم بنتي مش عارف كم سنة عشان ما تطلعش تطلع ما تشتغلش او تطلع مش عارف ايه والله فرضاً زوجها كان ميكاف فيها هقول لك اه ماشي هو لو الامور صبحة والدنيا معهم صبحة ايه المشكلة هتشتغل مدان في ضوابط طبعاً اسلامية دي بيحكمها المكان اللي هي شغالة فيها تمام بس في الغالب يعني ما هوش اللي هو المفروض اساساً القوامة وان الانفاق عمتن ده الراجل او الزوج ملزم به على زوجته عشان ما نطلعش في الموضوع هنبدأ في اول حاجة من حقوق الزوج وهي وجوب الطاعة في غير معصيات الله اي حاجة يقولك عليها جوزك ما تعملهاش ما تعملهاش الا في حالة ان هو بيأمرك بحاجة دي هتبقى مخالفها لشرع ربنا او هيبقى فاهم عصيها زي مثلاً جاء لك بقولك ايه ايه اتقول لك او ما صلي لا ما تصليش او جيت تصومي في رمضان مثلا يوم لا ما تصوميش النهاردة لا طبعاً امر ربنا هو اللي يمشي مش امر الزوج لكن غير كده اي حاجة يقولك عليها فرضاً قالك ما تروحيش في مكان او ما تعملش حاجة او بتعملش كده النهاردة خلاص شكراً لازم امين مش نظام السيد هو دي نيك اللي امرك بكده و دي طبعاً بترجع بترجع للتوافق ما بين الزوج والزوجة زي ما قلنا قبل كده ان يكون فيه شورة بينهم وبين بعض واكيد لما زوجة انا بتكلم في حالة الازواج الطبيعيين مش الازواج بقى اللي هو نظام السيد و خلاص حتى لو بيقبرها بحاجات غلط لا انا بتكلم في الامر الطبيعي والله يا بنت الحلال ما عدتش تروح المكان ده انا مش حابك تروح المكان ده خلاص ايه بقى امين يتقال له امين مش اللي هو ليه و عشان ايه و نبدأ نتخانق مع بعض مدام زوجك شايف ان المكان ده هيأثر على علاقتك وهيأثر على حاجة بينكو او حاجة و هيأثر على حاجاتكو في حاجة غلط لأ شكرا تقول له حاضر و خلاصه الموضوع انتهى ده اول حاجة كنا بنتكلم فيها ثاني حاجة تمكين الزوج من زوجته او من الاستمتاعي من زوجته مينفعش حاجة راجل عايز مراته مثلا او زوجته بالليل و دي جي تقول تمتنع عنه دي مصيبة سودة الا اذا طبعا كان فيه ظروف شرعية مفيش حاجة اسمها بقانا كويسة و مفيش اي ظرف مرضي مثلا عندي و مانيش تعملها و كده و يجي زوجها يطلبها و بعد كده تقول له لأ بتنهره لأ مش قادرة النهاردة او مش عايزة النهاردة كده بمزاجها و نرجع بعد كده نقول الزوج مثلا ليه بيبصوا برا او ان هما بيحاول يكلم حد برا مش بدي كده رخصة للراجل ان هو بيعمل كده طبعا بس انا بتكلم فيه فعليا بعض زوجات بيبقى خلاص اللي هي ميه هي مش طيقة جوزها او بمعنى صح يعني هي خلاص هي معديش عايزة مش عايزة اطلبه منه اطلق و خلاص و شكرا لكن ان انت تعود تنهري ان هو او مش عايزة او تحس ان انت خلاص ما انطيش طيقه دي دي مصيبة في حد ذاتها فمن ضمن تاني الحاجات المفروضة للوجبة للزوج وقت ما يطلبك لازم تكون معا و كان من ضمن الحاجات دي كان فيه حديث عن ابي هرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دع الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعالتها الملائكة تبه تخيل شوف من عزم الامر ان الملائكة اللي عنها لو كان زوجها عايزها وهي رفضته بدون طبعا بدون عزر عزر مرضي او عزر شرعي تمام هنجي بعد كده لتالت حاجة وهي عدم الازن لما يكره الزوج بدخوله يعني ايه انا الوقتي انا قاعدة في البيت مع صاحبتي و زوج كده اول ما دخل شاف البناء ادمة دي او الانسانة دي جا بعد ما مشت قال لها بقولك ايه الستي دي ما عادش تخش البيت ليه طب ليه ومش ليه بقولك بس ما عادش تخش البيت وخلاص ليه وارد يكون الستي دي بسطة مش كويسة اه حصل منها شيء مش كويس اه فيها نوع من الحسد ممكن يكون هو عارف يا انسان اللي مثلا سمعتها مش كويسة فهو مش عايزها تخش البيت ما ينفعش بها تقول له اه طيب ماشا حاضر وتيجي في الوقت اللي انت عارفة مثلا يكون هو في شغل وعارف ان هو مش هيجي لك مثلا او يجي البيت تيجي بها من وراه لا ما ينفعش يجي مثلا في اه في حد ايه او برضو حد معرفة مثلا جي خش لا اصدت متعودة ان انا اقعد معاها لا مدام جوزك قال لك ما عادش تخش البيت فعليا ما عادش تخش البيت هتقول له انا هزعل صاحبتي وهترضها مش تترضيها بيتك اولى من صاحبتك بيتك اولى من صاحبتك وجوزك اولى من صاحبتك تمام اه هنيجي بعد كده الحاجة الرابعة وهي عدم الخروج من البيت الا باذن الزوجة في حارين كتير وهو ماله وانا وانا لازم اديله تقرير كده ان انا خارجة من البيت اه لازم تديله تقرير لازم تعرفين انت راحة فيه مفيش حاجة اسمها ان انا خلاص انا طقت معي اخرج الوقت اخرج من غير ما اقول له الموضوع كله مسألة احترام الست لما بتحس ان فعلا عندها راجل في حد هي مسؤولة منه لازم بتحترمه فعليا وبتعمله تقدير وهو في نفس الوقت بيقدر الموضوع ده ان هي ازاي خايفة عليه وعمله احترامه فطبيعي لازم هو بيكون هو بضره بقى العطفة عليها وبيشوف اللي هي عايزة ايه لكن حتت انا انت ماختنش جاري انا اخرج وقت ما انا عايزة وارح وقت ما انا عايزة فاردا قال لها مثلا ما تروحش لأهلك ايه ما تروحش لأهله لان هي بقت مسؤولة منه قبل اي حاجة طبعا الزوج المحترم او المتربي ايا كانت الظروف استحالة يخلي مراته ان هي تقطع رحمها مع اهلها او كده بس انا بتكلم في بعض الاحيان هو شايف مثلا فيه للأسف للأسف بيبقى فيه امهات بتخرب على بيوتها بتوصل مرحلة ان هو الزوج فعليا خلاص ما عادش طيق ان مراته تشوف حباته بسبب ان كل ما بتشوفها بيتقلب تسخد مراته عليها عليه لغاية لما بيحصل بينهم مشكلة هما الاتنين فوصلوا لمرحلة ان هو فعليا بقى كاره ان هي تروح لأهلها ان كلها بتروح لأهلها بترجع بمشكلة او بمصيبة بتمرر عليهم عاشتهم فده من ضمن الواجبات برضه اللي المفروض تجيب للزوج بعد كده في عندنا التأديب فالتأديب زي ما قلنا بيبقى التأديب في الاول بيبقى فيه يعني بيتناقش معها بمعارض الله ما استجابتش بقى فيها هجر في الفراش يديها ضهره مثلا اللي هو انواز علم منها ثالث حاجة بقى ما استجابتش خالص بيبدأ فيه ضرب وده طبعا يعني من الحاجات يعني يدي اخر حاجة خالص وما يفضلتش برضه انا مش من الناس اللي بتحبز موضوع الضرب وحتى اذا كان فيه ضرب ضرب ولكن لا يسبب عاها ما يسببش مصيبة ما يسببش جرح في الايد فيه علم بتفترق الضرب ده يبقى عبارة عن تأديب حاجة نهر كده يا فوقي بقى حاجة زي كده مش خلاص بقى هي بقى مراتك انت من حقك ان انت تعطي تلتاش لها زي مثلا في بعض ناسة ثانية يقول لها ايه جزء يقول لها ما عطيش تحط ميكوب مثلا وانت خارج تحط ميكوب ما تحطش برفيوم وانت خارج تحط برفيوم نبهها مرة واثنين وثلاثة وبرضه بيحاول ان هو يعني يتركها في الفراش نفس الموضوع فطبيعا بيبدأ يلجأ انه ها يضربها يهددها بقى خلاص بقى هو زهق فبتوصلوش الازواج لمرحلة ان هو فعلا يوصل لمرحلة دي في بعض الزوجات والله فعليا من كلامها وردود افعالها بتخرج اسوأ معان للزوج وترجع بقى تقولي ده انا مش متجاوزة واحدة مش بدي ادم بص لنفسك انت ازاي خرقتها عن شعوره ممكن يكون في شيء او كلمة قلتيها في كلمة بجد بتخلي الراجل يعني في اقصى درجات غضبه افصى حاجة ممكن فيه بعض الزوجات فعليا يعني تبدأ تقلل من الرجولة في الكلام ليه فما نجيش نسيق الادب وبعد كده نشتكي من الشخص بيعمل معانا كده ليه او الزوج بيعمل معانا كده ليه فمن حق عليه على الزوجته ان هي وقت ما يكون غلطانا ان هو يقدبها وبرضو بالحسنة وبالهداوة مش بحاجة نهاية تفضي الى اعاقة او ازا بتسبب ازا نفسي او ازا معناوي لا طبعا هي مجرد التأديب والنحر واللي بيحبه بعض فعليا كويس قوي مجرد لو لمسها لامسها كده او حركة حسست فابنا فعليا هتزعل وهتاخد على خاطرها وساعتها ممكن يبقى فيه مناقشة وان الدنيا الامور تتصافها ان شاء الله بعد كده هنيجي للحق اللي بعد كده وهو خدمة الزوجة لزوجها للأسف فيه زوجات اتربط اللي هو انظم ايه لا انا باجيب الاكل من برا انا باجيب خدمة تنظفلي انا مش عارف ايه ومعاليه ممكن تكون ايه عادة في البيت بس جوزها هو اللي عايزها تعمل الكلام ده وجوزها برضو يعني تقول لها نخدمه ليه ما هو يعني مثلا فرضا يقول لها عايز كوبات شاي وانا اعمل لك لانت اذا قطعت ما تقوم تعمل كوبات شاي وبيحصل مش هددحك على بعض يجي يتوفن الغداء ومحضر بنفسك على الاكل في التلاجة فين بقى فين الشرع في الكلام ده طبعا معظم الحاجات دي بنشوفها في التلفزيونات في المسادسلات والافلام وايه بقى بيبقى كوب وبست يا سلام في الخطوب على الحب اللي بيبقى بيكون مفيش بعد كده وعمل لك يا حبيبي شاي وعمل لك يا حبيبي مش عارف ايه اتجوزه وخلاص عارفت انها اتجوزته خلاص بقى فيه طبع غريب والله بجد في الزوجات يعني من طبعا مش كلهم والعزو بالله يعني فيه ناس ما شاء الله عليهم بس اللي هو نظام ايه هي اتجوزته خلاص ما عادش هيبص لحد غيرها تبدأ بقى ايه الحقيقة تظهر تخلف منه عيل عيلين خلاص بقى اللي هو بيقول ايه بيقول ايه بيقول عندها بلغتنا ركبت ودلدلت بقى قبر دماغك منه غزب عنه تربطه بالعيال اعمل انا هفضلك والله هفضل عيالك لا يا حبيبت انت مأمورة ان انت تخدمي زوجك والطاعة التامة له مدام بما يرضي الله ما فيش حاجة فيها معصير الله عز وجل بعد كده معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف المفروض يكون المعاملة بين الزوجة والزوج كله بالحسنة تعامل بالحسنة ما فيش حاجة اسمها هي تقوله يا ابن كذا ولا هو يقولها يا ابنت كذا للأسف بشوف عينات من الحاجات دي بصراحة ما اعلم بها لربنا ما تقومي لو بأخذها في اللفظ قومي يا جموسة قومي يا بقرة قومي مش عارف ايه ليه وهي تقوله انت انت جيت يا مش عارف يا ايه ولا مدهول ولا مش عارف ليه ليه احنا نوصل في الحوار بيننا وبن بعض كده الا اذا بقى احنا كنا خلاص يعني ما عادش فيه بقى لا حياء ولا عاد فيه ادب ولا عاد فيه اي شيء هو انت بتصرف عليها عشان تتكلم مش ده بيحصل وده طبعا انا بتكلم في حالات الناس اللي هم الطبيعيين مش الرجالة بقى لنقول بقى الراجل عواطلي اللي هو ما بيشتغلش او الست اللي هاي ما بيجبهاش حاجة ودايما انعملة بتطلب على طول انا بتكلم في الامور الطبيعية جماعة الزوج والزوجة اللي هم امورهم طبيعية ومتجوزون بموارد الله مفيش حالات بالحالات الشزة الست بتطلب حالات كتير راجل قاعد وعايز مراته تصرف عليه لقدم طبعا حالات الشزة عن اللي احنا بنتكلم فيه بعد كده من حقوق ايضا ان تحفظوا في نفسيها وماله واهله تحفظوا في نفسيها انها ما تبقاش مثلا متجوزة وعمالة بتكلم حد من وراه او بتعرف حد من وراه او بتقابل حد من وراه ايدي انت ازاي ازاي انت واحدة متجوزة وعلى ظلمة راجل وانت يعمل علاقة مع حد تاني ده طبعا حرام اه في ماله في ماله ما ينفعش بقى اصواب يجيب ويصرف ما يجيب ده واجب عليه وتعودي تشتري مش عارف ايه دهب وتعودي تفطري او بيقول عليه اللي هو التبذير اشتري حاجات ما لهاش لازمة انا مالي هو اللي عليه يجيب يشتغل ويجيب فلوس مش هو اللي عايز نعود يجيب بقى فلوس ويصرف علي بتحصل وبنشوفها في حياتنا لا طبعا انت مأمورة ان انت تحافظي على ماله واهله ما فيش حاجة اسمها بيقولك ايه انا عايزك انت وبس انا اهلك دول ما بطقهمش لماك بطيقها ولا اختارك بطيقها ولا اخوك بطيقه ولا بوك بطيقه انا عايزك انت وبس لا طبعا واجب عليك يحترمه الاهله وهو برضو يحترم اهلك حتى لو فيه مشاكل ما بينه وبين اهلك انت تحترم اهله الزوجة الصالحة بتدور ازاي ترضي زوجها وفعليا تبقى محوطة عليها جوابتها بعد كده من الواجبات ايضا ان تحفظ اسراره ماينفعش انا جوزي واقع في ضائقة مالية او تعبان او مريض او في عنده شيء معين هو وهو مقى مينها عليه ان حاجة بينها وبينه وتقوم رايح حجاري تحكي المين لأهلها وتفضحه شفت جوزي طالع عنده ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يعني انت ما عرفش لوحد يقول على الوحد اللي زي ده ايه فيه فرق كبير قوي بين زوج هو فعليا مقضاش الصلاحيات لمرتها في بعض الاحيان بيبقى في ظروف معينة يقول لها بنت الحلال والله انا عندي مثلا حاجة معينة ولو كده يشوف حياتك وتوكل على الله وهتقول له لا انا مكملة معاك للاخر بس هو ادها الصلاحيات غير واحد يقول لها لا اولا عند عيوب الدنيا بس ومش هسيبك برضو ولا هنفصل عنك ده حالة شازة برضو ماناش علاقة بيها في الموضوع اللي هم تتكلم به عنده امور تانية الحاجة التانية من ضمن حفظ الاسرار ان هي دايما جوزها مثلا شغال ويعني فعليا يعني وبيجيب يا دوبك الاكل والشرب بالعافية فمش قادر يجيب لها كل الفكهة اللي هي عايزها مش قادر يجيب لها كل الحاجة اللي هي عايزها فتروح لأهلاء شفت جوزي شفت مش عارف ايه انا ده مش لقين ناكل التلاجة عند فضية طب ليه بالعكس انت ربنا لو نكربك وروح تكاله ونسألك جوزك عميبا الحمد لله والله ده مغرقن خير ومش عارف ايه انت بكلامك ده ربنا هيترحلوكو البرقة في بيتكو متعرفيش ازاي ومتسأليش ازاي بس عشان خايفة على جوزك ربنا هيكرمك عشان امنتك لجوزك ربنا هيكرمك لكن للأسف ده المدهول هو لاقي ياكل هو ده مش عارف يصرف على ده حدا شوية وهنشحت وتروح كل شوية عملا شكاية لأهلها وتشتكي من جوزها فيا جماعة دي يعني معظم حول الواجبة للزوج على قد ما قدر لمتها على الله يا رب كن ايه يعني وفيت يعني بالموضوع ولو في حد عنده اي تعليق ياريت يسيبهولي في الكومنتات تحت او عنده مشكلة يسيبهاي في الكومنتات بطريق غير مباشر وانا فعاليا افتح برضو الموضوع واتكلم فيه واتناقش فيه بطريق غير مباشر كنصيحة لو لسه مكمل معي الى الان في الفيديو ما تبخلش عليها بالسبسكرايف ونتتشير الموضوع ده بجد عشان ننشر الوعي شوية وننشر الوعي بين شبابنا لان حالات الطلاق فعليا زادت بطريقة بشعة بسبب عدم الوعي وعدم معرفة الدين وعدم معرفة حقوق الزوجين على اكمل وجه طبعا ما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما تنسوش اهلنا في غزة والسودان من الدعاء واتمنى لكم يوم سعيد السلام عليكم